اشتركوا في القناة لا تتعلق بالقبور فهناك من يموت غريقا وهناك من يموت حريقا وهناك من يموت في حال لا يعلم ولا يدفن فتبدأ حياة البرزخ مجرد ما ان ينزل هذا الانسان او يموت ويمر بخمسة احوال الاولى اسمها الضجعة وهي فترة انتقال الروح خروج الروح يكشف كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم عاد لحديد يرى الملائكة امام عينيه تستل الروح ترتفع الى السماء تنزل من السماء السابعة الى الارض ثم بعد ذلك تعود الى جسده فيحمل على الاكتاف والمؤمن كما ورد في الحديث الصحيح يقول قدموني 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 لانه سعيد بما هو مقبن عليه من حياة جميلة رأى الملائكة بيظل وجوه ومعهم حنط الجنة وكفن الجنة فعندها يكون سعيدا ويسعد بما هو قادم اليه بعد ذلك تأتي المرحلة الثانية من مراحل البرزخ وهي مرحلة الضمة وهي ضمة شديدة على غير المؤمنين وضمة خفيفة على المؤمنين لكن لا يسلم منها احد وقال عنها النبي عليه الصلاة والسلام لو سلم منها احد لا سلم منها سعد بن معاذ وسعد هو الذي اهتز لموته عرش الرحمن لا يسلم منها هذه الضمة هي توطئة للمرحلة التي بعدها لان مرحلة ثقيلة جدا وهي مرحلة نزول الملائكة تنزل الملائكة فيجلسان هذا الانسان ثم بعد ذلك اسألانه ثلاثة اسئلة من ربك؟ ما دينك؟ ما النبيك؟ هناك يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة انسان منقطع لا ذاكرة لديه الا ما يذكره الله عز وجل ولذلك المؤمن مباشر ربي الله ديني الاسلام نبي محمد 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 يكررها حتى لانه سعيد بانه عرف الاجابة عندها ننتقل الى المرحلة التي بعدها ما هي؟ وهذا في قبره جالس في قبره او المرأة جالسة في قبرها فجأة ينزل عليها او عليه رجل او امرأة المهم شخص يؤنسه في قبره فهذا ينظر اليه فان كان شكله جميل ومنظره حسن يقول من انت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير وريحك الطيبة من انت؟ فيقول انا عملك الصالح انا صلاتك انا صيامك انا قيامك انا ذكرك انا دعائك فعندها يسعد ويفرح ويلازمه هذا الذي شكل على شكل الانسان وهو عمله الى ان تقوم الساعة وان كان عكس ذلك نزل اليه رجل او امرأة سيء الوجه سيء الريح كريه المنظر كريه المعشر فيقول من انت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر فيقول انا عملك السيء ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام من العبيد المرحلة الخامسة وهي الاخيرة في مراحل البرزخ ان العبد يقال له انظر اذا كان من اهل الامان انظر الى شمالك فينظر فاذا النار يحطم بعضها بعضا فيخاف فيقال له لا هذا مقامك لو انك عصيت الله انظر الى يمينك فاذ نظر يرى الجنة فيقال هذا مقعدك لانك اطعت الله عندها يصيح يا رب اقم الساعة كي ارجع الى اهلي ومالي اما الاخر فانه العكس ينظر الى يمينه فيرى الجنة فيفرح يستبشر مع انه رأى العمل ورأى ولم يجب على الاسئلة لكن يقال له هذا مقعدك لو انك اطعت الله لكن انظر الى يسارك فاذا نظر فاذا النار يأكل بعضها بعضا فيصيح ويخاف يقال هذا مكانك لانك عصيت الله ثم بعد ذلك يقول يا ربي لا تقم الساعة لماذا لانه عالم بما سيحدث له في المستقبل هذه حياة البرزخ كم يجلس فيها الانسان الاف السنين ملايين السنين الله اعلم لكنها سبحان الله هي عبارة عن نومة نومة طويلة ولذلك الناس لكن نومة المؤمن نعيم ونومة غير المؤمن عذاب لانه بعض الناس يعذف في قبره يعذف في قبره مثل الال فرعون يعرضون في قبورهم على النار ليلة ونهارة وهناك من يعذف في حياة البرزخ بان يمشط بامشاط الحديد ومنهم من يسبح في بحار الدم المهم انه العذاب طبعا العذاب قد يكون على الجسد والروح ولكن في الغالب هو على الروح اكثر من الجسد يجلس فترة طويلة حتى ان العباد اذا قاموا يوم القيامة يقولون قال كم لبثتم قالوا يوما او بعض يوم يعني يا يوم يا اقل من يوم مع انه جلس الف سنة في قبله اذا هذه هي حياة البرزخ تنتهي فترته عند النفخ في الصور والنفخ نفختان النفخة الاولى هي التي يصعق فيها من في السماوات ومن في الارض ولا يبقى الا الله جل جلاله فكل شيء هالك الا وجه يجلس الناس بين النفختين اربعين لم يحددها النبي صلى الله عليه وسلم اربعين يوما اربعين شهرا اربعين سنة الله اعلم ثم ينفخ النفخة الثانية قبل النفخة الثانية ينزل مطر غليظ فننبتوا من جديد كلنا ننبتوا من جديد وتعود اجسادنا لكن في خلق اخر ليس كخلق الدنيا التشابه واحد لكن في صفات مختلفة المهم بعد ان تنبت الاجساد ينفخ النفخة الثانية فتنطلق الارواح من حيث كانت الله عز وجل اين وضعها الله اعلم وتعود كل روح الى جسدها فيكون اول من ينشق عنه القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نقوم ننفذ الغبار عن رؤوسنا ونقف وكون حالنا كالفراش المبثوث مبعثرين نحن وحولنا الوحوش وكل امة كل طائر يطير بجناحيه وكل دابة على الارض هي امم امثالنا سيحشرون معنا في ذلك الموقف العظيم في اللحظة ذيك وفي ذلك الربكة يأتي اسرافيل فيكون هو الداعي الذي قال عنه الله يتبعون الداعي لاعي وجله عندما نرى اسرافيل نمشي خلفه انا اقول عندما نرى لاننا نحن سنكون في ذلك الموقف نرى اسرافيل فنمشي خلفه فيتعدل وضع الناس بدل ما كانوا كالفراش يصبحون كالجرات المنتشر مهطئين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء ظرلاً بهماً حفياً عرياً نأتي والمقام مقام خطير ونصل خلف اسرافيل إلى أرض عظيمة غير هذه الأرض وتحت السماء غير هذه السماء لأن الله بدلها أرض المحشر التي كالأرض لا ترى فيها عيوجاً ولا أمتى صافية ليس فيها ارتفاعاً ولا انخفاض فنقف وأول ما نبحث عنه نبحث عن الماء فكل أمة ترى نبيها وحوله حوضة ونرى هناك حبيبنا صلى الله عليه وسلم ومعه حوضه العظيم فينادينا يعرفنا كيف يعرفنا بجباهنا وأنوفنا وأيدينا وأرجولنا من آثار الوضوء فنذهب إليه فيشرب منه من مات على سنته صلى الله عليه وسلم ويبعد أقوام نفاق كفر بدلوا الدين يطردون من هذا الحوض ولا يشربون يقف الناس في ذلك المحشر ما هي أحوالهم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبعث كل إنسان على ما مات عليه فتخيل أشكال الناس واحد يبعث يقرأ القرآن وآخر يبعث وهو يؤذل وآخر يبعث وهو يصلي وآخر يبعث وهو يسبه وآخر يبعث وهو يشرب الخمر وآخر يبعث وهو يغني وآخر يبعث وقد حمل الأراضي التي ابترعها من الناس وقد طوقها الله حول حلقه حول حلقه من تحت سبع أراضي وآخر يبعث وقد حمل على ظهره ما غله من الناس يوم القيامة إنه يوم الفاضحة وأيضاً هو يوم العز للمؤمنين الصادقين يقف الناس في ذلك اليوم يقف الناس صفوف ويبدأ أول الأمر الحساب بين الوحوش فكل وحش ظلم يأخذ حقه من الذي ظلمه فبعد ذلك يتحول كلهم إلى تراب عندها يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يا ليت كنت بهيمة ولم أكن إنسان لأني سأخسر في ذلك المقام الناس في هولهم في خوفهم في رعبهم يأتي مناد ينادي ينادي الناس أستروا هذا أستروا هذا فيكسى المؤمنون وأول من يكسى إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم ثم ينادى أقوام الذين نشأوا في طاعة الله الشباب الذين تلقط قلوبهم في المساجد الذين تركوا الحرامة لوجه الله الذين أنظروا المعسلين الذين خلفوا الغزاة الذين بكوا من خشة الله أقوام، أقوام يخرجون ويذهبون إلى ظل الله يوم لا ظل إلا ظله فيمر عليهم فترة الخمسين ألف سنة التي هي يوم المحشر كصلاة ظهر أو صلاة عصر كالصلاة المكتوبة دقائق تمر أما القوم الآخرون فتدن الشمس من رؤوسهم ليس بينهم وبينها إلا ميل فيلجمهم العرق أن يغطيهم ويضرب العرق في بطن الأرض كل هذا إهانة لهم ثم بعد ذلك تتبع كل أمة ما كانت تعبد تتبع هنا كل أمة ما كانت تعبد عباد الأصنام خلف أصنامهم وعباد البقر خلف أبقارهم وكل أمة كانت ظل تتبع ما كانت تعبد حتى إذا خف المحشر تبدأ المرحلة التي بعدها وهي مرحلة الشفاعة هذه المرحلة يتعب الناس من عقوف تخيل خمسين ألف سنة والناس واقفة في خوف في ألم في رعب في تعب في شمس في حر في عطش في ضنك ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الشفاعة الناس تقف في ذلك الموقف خمسون ألف سنة فيملون ويضجرون حتى إن قائلهم ليقول اذهبوا بنا إلى النار خلصون من هذا المقام تخيلوا مع المشهد والبشر كلها تجتمع يذهبون إلى من؟ يذهبون إلى أبونا آدم يذهبون إلى آدم يا آدم أنت أبونا أنت أبو البشر أنت أول الأنبياء اشفع لنا عند الله نريد أن نخلص من هذا اليوم الطويل نريد الحساب وبعد ذلك إما إلى جنة أو إلى نار فيقول آدم إن الله قد غضب غضبا لم يغضب مثله وإني قد أخطأت مرة واحدة في حياتي أكلت من الشجرة مع أن الله عفى عنه لكنه يخشى أن يشفع لناس اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فينطيقون إلى نوح ذلك النبي الذي لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم أبو البشر الثاني وثاني أول العزم من الرسل وأول الرسل يذهبون إليه يا نوح اشفع لنا عند الله فيرفض لأنه دعا على قومه ويخشى من عقوبة هذا الأمر وربنا قد غضب غضبا عظيما اذهبوا إلى غيري فينطلقون إلى إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم خليل الله ومن أعظم من رسول الله إبراهيم أبو الأنبياء الرجل الحليم الحنفي التقي يصرون إليه اشفع لنا عند الله فيرفض لأنه كذب ثلاث كذبات في حياته كلها وهو الذي لبث العمر الطويل بين قومه وكذباته ما هي قال فعله كبيرهم هذا عندما كسر الأصنام وقال إني سقيم عندما قالوا يذهب معنا إلى العيد ولما أرادوا أن يأخذوا منه زوجته قال هذه أخت هذه كذباته معدودة ومع ذلك يخاف الشفاعة اذهبوا إلى غيري فينطلقون إلى موسى عليه الصلاة والسلام فيقول إني قد قتلت نفسا ومع أن الله تاب عليه وأعطاه المراتب العلى بعد تلك الحادثة إلا أنه يخاف أن يشفع اذهبوا إلى غيري فينطلقون البشر كلهم يمشون يركضون كل منهم قد بلغ الخوف إلى حنجرته يذهبون إلى عيسى إلى ذلك النبي المطهر يا عيسى يا نبي الله اشفع لنا فيرفضا يشفع ثم لا يعد ذنبا لأنه لا ذنب معه اذهبوا إلى غيري فيصلون إلى حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها ارفع رأسك برسول الله هذا الذي يجعلك يجب عليك أن تحب رسول الله هو الشافع لك في ذلك اليوم كل الأنبياء اعطوا دعوة في الدنيا فاستنفذوها إلا محمد صلى الله عليه وسلم ادخر لنا لي أنا وأنت دعوة لكي يشفع لنا بها عند الله عز وجل أنا لها أنا لها هو سيد البشر سيد ولد آدم يقوم فيسجد تحت العرش سجود عظيم فيفتح الله عليه من المحامد والتسبيح والتهليل الشيء العظيم ثم يقول الله له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع فيشفع الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعتان عظيمتان في البداية الأولى أن يبدأ الحساب بين الخلائر والثانية شفاعة خاصة لنا هذه أولها وتستمر شفاعاته صلى الله عليه وسلم لأنه لن يهنأ له بال وموحد من أمته في النار اللهم صل على رسول الله ثم بعد ذلك يأمر الله تعالى كل أمة أن تتبع ما كانت تعبد فيبدأ عباد الأصنام وعباد الأشجار وعباد الأحجار يتبعون إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ثم يؤتى باليهود من تعبدون نعبد العزير فيتمثل لهم شخص بصورة العزير فيتبعونه وإلى جهنم والنصارى وإلى جهنم ولا يبقى بعد ذلك إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك يأمر الله تعالى بعد شفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم أن تنصب محكمة عظيمة محكمة جنودها ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون محكمة نحن المتهمون فيها محكمة شهودها تشهد الجوارح والأرض وكل شيء يشهد وقاضيها هو الله جل جلاله فلا ظلم ولا رشوة ولا تزوير ولا كذب ثم بعد ذلك يأتي ربنا تبارك وتعالى بالملائكة يأتي بالأنبياء يأتي بالأنبياء فيسألهم هل بلغتم الرسالة وجئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فكل نبي يشهد أنه بلغ رسالة الله وتشهد له الملائكة بأنه بلغ قامت الحجة الآن من الأنبياء ثم يأتي الملائكة تأتي مع كل نفس سائق يسوقها وشهيد يشهد عليها أمام الله عز وجل حتى لا يكون هناك ظلم على العباد ويبدأ بعد ذلك الحساب خمسة أصناف أذكرها لك في ذلك الموقف أما الصنف الأول فمن ماتوا على الشرك وهو يعلمون أنهم مشركون من ماتوا على الشرك وهم لا يعلمون أنهم مشركون لهم حكم لكن من ماتوا وهم صر على الشرك هذا لا يغفر الله له إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لذلك يأمر الله تعالى كل أمة أن تتبع ما كانت تعبد فيخرج هبل ويتبعه من كانوا يعبدوه وتخرج اللات ويتبعها من كان يعبدها ويخرج كل مخلوق عبد من دون الله ويذهب به إلى جهنم كما قال الله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون هذا الصنف الأول الصنف الثاني هو الكافر هذا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو من الأمم السابقة هو أدرك الرسالة لكنه كفر يأتي به الله فيسأله الله تعالى ألم أسودك يعني ما جعلتك سيدا في قومك ألم أربعك ألم أزوجك ألم أسخر لك الخيل والبغال ألم ألم يسأله وهذا يقر يقول نعم يا رب نعم يا رب نعم يا رب فيسأله الله هل آمنت أنك ستقف أمامي آمنت بي فيقول لا يا رب فيقول إذن أنا أنساك اليوم كما نسيتني في الدنيا كما نسيتني أنت ثم يأمر الله به فيذهب به إلى جهنم ثم يأتي الصنف الثالث وهو المنافق المنافق يقف أمام الله فيسأله الله أيضا ألم أسودك ألم أزوجك ألم ألم وهو يقر ثم يسأله الله ما فعلت فيقول صليت وصمت وتصدقت وعملت وهذا يظن أنه يخادع الله عز وجل ونسي أن الله يقول قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير عندها يقول الله له إذن نأتي بشاهد عليك فيستغرب من الذي يشهد عليه فيختم الله على فمه وترتفع يده اللهم يا ربي إني أشهد أني قد كتبت وبعت ومانعت وأعطيت ثم ترتفع اليد اليسرى وتشهد ثم تشهد العين وتقول وأنا رأيت وتشهد العذن وتقول وأنا سمعت وتشهد الرجل وتقول وأنا مشيت وتشهد الأرض وتقول وأنا حملت ويشهد الله ويقول وأنا سترت لكنك أبيت إلا الفضيحة فيفرحه الله على رؤوس الأشهد ثم يأخذ كتابه بشماله وإلى جهنم ثم يأتي الله تعالى بالعصاء وهذا الصنف الرابع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لكنهم ظلموا وبطشوا وسفكوا وقتلوا وأفسدوا في الأرض وهذا هو المفلس الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله الكلمة التي تعصم دمه في الدنيا والآخرة لا تظن كلمة لا إله إلا الله سهلة أما الصنف الخامس أسأل الله أن نكون منه قول آمين فهو العبد الذي يأتي به الله عز وجل أمام الناس أو المرأة التي عبدت ربها في حياتها فيتقدم أو تتقدم ألماس أمامها أخلفها والله تعالى والله تعالى يحكم أمامها أو أمامه ثم يتقدم العبد حتى إذا وقف بين يدي الله وخائف عنده شيء من العمل لأنه شرب من حوض رسول الله ورأى الجنة في قبره لكن الموقف مهيب فإذا وقف أمام الله يستره الله بستره فلا يراه أحد إلا الله ثم يسأله الله يبدأ ربي عز وجل يقول له أتذكر اليوم الفلاني يعني مثلا تذكر يوم الأحد الموافق مثلا في محرم لعام ألف وأربعمائة هجر تذكرونه يا إخوان لا نذكر لكنه مكتوب عند ربي فيقول تذكر ذلك اليوم أتذكر يوم أن تذهب أنت وفلان 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 وتفعل للذنب الفلاني تذكره فيقول نعم يا ربي أذكره لماذا يقول يذكره لأنه يقرأ كتابه والله يقول اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبه نعم يا ربي أذكره يقول أتذكر الذنب الفلاني يوم كذا وكذا ويبدأ يذكره الله بذنوب هو نسيها لكنها في كتاب مسجلة مدونة مثبتة وكلما ذكره بذنب خاف خاف حتى كاد أن يهلك وربي لا يمكن أن يعذبه ويريد أن يرحمه فيقول لا عليك لا عليك سترتها عليك في الدنيا وليوم أنا أغفرها لك الله أكبر كم يسترنا الله يا أحبابي كم ذنب فعناه في الخلوات ورب يستره ولا يفرح المؤمن التائب الذي ذكر الله خاليا ففاضت عينه الذي عاش حياته تائب منيب إلى الله والله لا يخذره الله عز وجل لأنه قال إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مسكات أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون اعملوا لذلك اليوم لا تظن صلاتك هذه تضيع عند الله الله لا يضيع أجر محسنين أبدا فأحسن وأقبل وتب حتى إذا وقفت ذلك اليوم وجدت أن الله تعالى يغفر ذنوبك فماذا يقول الله له خذ كتابك فيأخذه بيمينه فيخرج يراه الناس وقد حمل الكتاب بيمينه ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية هذا هو الصنف الخامس بعد أن ينتهي العرض عرض الأعمال والحساب ولإتمام العدل لأن الله عز وجل وعد أن من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى لذلك العباد يأخذون صحائفهم معهم وينطلقون بعد الحساب إلى مقام عظيم ورد في حديث حسنه بعض أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله في يوم القيامة لكم أهلون أتذكرونهم فقال أما في ثلاث مواضع فلا يذكر أحد أحد وذكر منها هذا الموضع وهو موضع الميزان ما هو الميزان؟ ميزان خلقه الله عز وجل له كفتان ميزان حقيقي له كفتان الكفة الواحدة تسع السماوات والأرض من عظمتها ووحدة قياس هذا الميزان ليست الجرام ولا أقل من ذلك بل إنه من يعمل مثقال ذرة ذرة ولو خرد له ولو أقل من ذلك فهو موجود عند الله عز وجل ما لك تأخذه وما عليك تحاسب عليه الكفار إذا أقبلوا إلى ذلك المقام يجعل الله عز وجل عملهم ضائع وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له ولذلك لا قيمة لهم في ذلك المقام لكن أهل الإيمان أمة محمد التي نجت يقفون بين يدي الله في ذلك المقام معهم صحائفهم ثم بعد ذلك توزن توضع يبدأ يقرأ الكتاب يقرأ كتابك ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك عزيبة فيبدأ يقرأ يستعرب في يوم كذا قمت الصباح صليت مع المسلمين الفجر هذه حسنات ضعوها في ميزان حسنات قرأت الورد الفلاني حسنات قرأت آية الكرسي حسنات خرجت من باب المسجد فوقفت أتكلم مع صديق لي فاغتبنا فلان سيئات أسحب من حسناتك وضع في ميزان سيئاته ثم بعد ذلك ذهبت إلى بيتي فنمت قمت إلى عملي جلست تكلمت وكل شيء يستعرض حسنات توضع في ميزانك سيئات توضع في ميزانك وهكذا توضع الحسنات والميزان ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا لا يمكن أن يظلم أحد ولو مثقال الخردلة لا إله إلا الله ينجح أقوام فترجح حسناتهم فيأخذون صحائفهم فيعطون نور على قدر أعمارهم ثم يتجاوزون هذه المرحلة إلى التي بعدها وينتظرون لا أحد يتجاوز ينتظر وأقوام يرسبون وتضيح حسناتهم قد يعذبهم الله عز وجل في النار فترة أو المهم تحتى ما شئت الله هذا الموحدون طبعا لكن يحدث موقف عجيب جدا انتبهوا يا إخوة ينصب بين الجنة والنار سور فيقف عليه أقوام لا هم الذين دخلوا الجنة فتجاوزوا بحسناتهم ولا هم الذين دخلوا النار لأن حسناتهم أقل وإنما واقفون بسور السور هذا اسمه الأعراف يقف عليه هؤلاء الأقوام إذا التفتوا يمينهم يرون أهل الجنة وإذا التفتوا إلى يسارهم يلتفتون فيرون أهل النار يعرفونهم بسماهم فيدعون الله عز وجل أن يخلصهم من هذا الموقف يحبسون يا إخوة على هذا السور أيام واليوم الواحد إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون يحبسون لماذا لأنها تساوت حسناتهم مع سيئاتهم نحن نشقلنا قلنا أن الحسنة أو الميزان في هذا الميزان بالذرة يعني لو قال سبحان الله وبحمد فقط زيادة على الأعمال لرجحت كثة الحسنات وذهب مع أهل الجنة أرأيتم الآن قيمة الحسنة وقيمة العمل الصالح ولو كان يسير في عينك فهو عظيم عند الله فقد يكون نجاتك من ذلك الموقف هو صلاة تسليها على رسول الله أو ركعتان تركعها بين يدي الله أو آية تقرأها فيا حسرة المفرطين يا حسرة من تضيع عليهم الليالي والأيام وهم لا يذكرون الله إلا قليلا يا حسرة من يعيشون في مثل هذه الليالي الناس تأتي إلى بيوت لا تصلي وتسبح وتهلل وهم إما أمام ألعاب أو أمام تلفاز أو آيام ضياع والله لا يتحسرون هناك لذلك المقام على هذه اللحظات التي ضاعت عليهم انتبهوا انتبهوا واستثبروا كل فرصة تقربكم إلى الله عز وجل كل لحظة تقربنا من الله استغلها فوالله لا تدري أين نجاتك فقد تكون سبب دخولك الجنة هو صدقة صدقتها على إنسان وليس هذا مقام الشرح وإلا لأذكر لكم مواقف أشخاص عملوا كثير من الصالحات لكن كانت النية فيها ما فيها وعملوا مرة واحدة عملا صالحا فإذا بهذا العمل يدخلهم الجنة صدقة أخفاها لا يعلم بها أحد قد يدخل هو بسببها جنة الله وجنة الله عز وجل هي رحمته التي يرحم بها من يشاء من عبادة إذن هذا هو الميزان كفتان توزن الأعمال من فقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خفت موازينه فأمه هاوية أمه يعني جبهته أمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية ثم بعد ذلك يذهبون إلى أرض مظلمة وهذه المرحلة التي يقبلون عليها هي من أصعب المراحل يوم القيامة التي من نجى منها نجى من كل شهر أسأل الله تعالى أن ينجين من كل شهر في هذه الأرض بعد أن وزنت الأعمال يعطون أنوارا على حسب أعمالهم فكلما حسنت الأعمال كلما زاد نور الإنسان في ذلك تلك الأرض المظلمة وكلما قل فخيره وحسناته قل نوره ولذلك بعضهم كالبرق وبعضهم أقل من ذلك وبعضهم لا يملك إلا مثل الشمعة ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ذلك اليوم الذي لا يؤتى نور من الله لن يستطيع أن يجرب النور والأرض أمامه مظلمة وبعد الأرض هذه المرور على الصراط في الأرض هذه الله عز وجل يأمر أن يذهب بالكفار إلى جهنم أدخلوا أبواب جهنم فيدخلون فيها ويرمون فيها أعاذنا الله وإياكم فهم لا يمرون على الصراط فيبقى ثلاثة أصناف المؤمنون المرضي عنهم والمؤمنون العصاه والمنافقون هؤلاء يجلسون في أرض فلما يشع نور أهل الإيمان ولا يكون عند أهل النفاق نور يقفون المنافقون ينادونهم يعني ألا تعرفوننا ألسنا أهلكم ألسنا منكم أعطونا من النور الذي معكم فيقولون لهم متهكمين ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فيرجعون إلى الوراء المنافقون يبحثون عن النور هنا يضرب سور بينهم وبين المنافقين له باب باطنه فيه الرحمة يعني من قبل المؤمنين وظاهره من قبلهم العذاب هناك يبدأون ينادون ألم نكن معكم ألم نكن أهلكم وإخوانكم وأقريبكم وفي أحيائكم وبينكم فعندهم يتبرؤون ويقول لقد غركم بالله الغرور فلنتم أنكم لن تأتوا إلى هذا الموقف الآن اذهبوا ابحثوا إلى من كنتوا تنافقون معهم يعطونكم النور ثم بعد ذلك يؤتى بجهنم لها سبعون ألف زمام سبعون ألف سلسلة على كل سلسلة سبعون ألف ملك يجرونها وتنصب هاته النار التي أوقد عليها ثلاث ألاف سنة ألف سنة حتى حمرت وألف سنة حتى بيضت وألف سنة حتى سودت إذن هي سوداء مظلمة ثم ينصب عليها صراط هذا الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف وله روغان وحوله خطاطيف وكلليب والله قد أقسب في كتابه فقال فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنَحْذِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيَّةً يُحْظَرُونَ هَا أُولَئِ كُلُّهُمْ حَوْلَ النَّارِ ثُمَّ يَقُونُ تَعَالَ فَوَرَبِّكَ ثُمْ بَعْدَ قَالُ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا أي ورود على النار المرور على النار هل تتخيل يا مؤمن ما معنى الورود على النار يا إخوة النار عبارة عن حفرة عميقة عمقها وصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت ضربه في الأرض التفت الصحابة سمعوا صوت شيء ضربه قوية فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أتعرفون ما هذا الصوت قالوا الله ورسوله أعلم قال هذا حجر ألقي في النار من سبعين سنة الآن وصل إلى قعرها هل تخيلتم عمق هذا الحفرة عمقها سبعين سنة دركات يأكل بعضها بعضا ثم ينصب عليها الصراط ويقول لك أمش لأن الله أقسم أن يردها كل الناس هنا ينطلق أول شيء الأنبياء ما في أحد يستثناء ويصحون اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم ثم بعد ذلك كل واحد منا بدون استثناء سوف يمر على هاته النار هناك والله ما ينفعك إلا الله جل جلاله ولذلك الله قال ثم ننجي ما قال ينجو لأنه لو قال ينجو معنا حن نجون بقوتنا لكن قال لنجي أي أنه لم ينجو أحدا إلا بإذن الله تعالى ثم ننجي من الذين اتقوا فيا من عزت حياتك لله طائعا وللفرائر المؤديا ولأوامر الله مستجيبا تركت الشهوات لله وضغطت على نفسك من أجل الله والله لا يخزيك الله في هذا الموقف هذا هو الموقف الذي قال الله فيه لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر هناك المؤمن من شدة نوره بعض الآثار أنه إذا مر على النار تقول له النار أسرع فإن نورك أطفأ ناري يا رب اجعلنا من أهل النور النور التام ثم بعد ذلك يأتي هؤلاء أهل الإيمان الناجون ثم ناج مسلم هذا هو ومخدوش مكردس مخدوش مخدوش هذا المخدوش هو الذي معه نور خفيف حسنات قليلة الهوى طاغي على حياته ولما وقف في الميزار راحت حسناته ظلم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا ما بقي معه النزاد قليل ونور قليل ولذلك يمشي يحبو والكلليب تخطفه من يمينه ومن يساره وجرح هنا ونار تشوي من تحت لكنه ينجو بإذن الله تعالى بس بعد إيش بعد ما شاف الموت والثالث المنافق مجرد ما أن يقف على الصراط لا نور وصراط دقيق وأرض مظلمة ونار تحته يتكردس أعاذنا الله وإياكم في النار ولذلك هؤلاء الذين يسقطون في النار المنافقون مباشرة يذهبون إلى الدرك الأسهل من النار أشد عذاب من الكفار ثم الذين عندهم معاصي وذنوب وسقطوا في النار يسقطون في الدرجة الأولى من النار في الدرك الأول في العلي لأن معهم ما زال لا إله إلا الله وغدا سنقول لكم ماذا يفعل معهم هؤلاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأما الذين نجوا يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيحبس كل من رضي الله عنه على قنطرة جسر بين النار وبين الجنة لماذا يحبسون لأن هؤلاء الذين تجاوزوا فيما بينهم في مشاكل في أخطاء في شحناء في بغضاء في غيبة والجنة محرب أن يدخلها الغل وللحق فمن أجل أن ينزع الله عز وجل الغل الذي بين الناس كما قال تعالى ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سور المتقابلين تكون هناك مصافاة بين هؤلاء هذا يأخذ من حسنات هذا ويعطي هذا ويأخذ من حسنات هذا ويعطي هذا لكن كلهم في الجنة كلهم قد رضي الله عنه لكن لابد أن يقف لأن هناك الناس في ذلك الصعيد وقد اطمأن كل واحد منهم أنه أخذ حقه واستوفى من خله حتى لا يكون في قلبه شيء كل هذا لأن الله يحب أن يدخل الجنة عباده وهم في قمة الراحة والسعادة ينطلق بعد ذلك أهل الجنة الذين تعدوا هذا ليدخل الجنة فيجدون أبوابها مغلقة فيلجعون إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهنا لابد أن تعرف يا أخي قيمة محمد عليه الصلاة والسلام يا إخوة والله إن هذا النبي العظيم يجب أن نحبه أكثر من أهلنا وأولادنا وأنفسنا انظروا كيف تجده في كل موقف صعب هو السند لك فيقوم ويشفع فيكون هو أول من يدخل الجنة صلى الله عليه وسلم ويدخل معه كافر اليتيم ويدخل معه قريب منه أصحاب الخلق الحسن نسأل الله أن نكون منهم وبعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وإسانة تحدث عن الجنة لاحقا يبدأ أهل الجنة يتناقشون فيما بينهم يسألون عن إخوانا لهم وأصحاب فيتذكرون أنهم ليسوا في الجنة وأنهم سقطوا في النار فيجأرون إلى الله عز وجل ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم فيأذن الله تعالى بالشفاعة فيقوم الشهيد ويشفع لسبعين من أهل بيته كلهم وجبت لهم النار فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة ويأتي السقط الذي مات إن كان والداه قد أدخل النار لا يتركهم حتى يدخلهم الجنة طبعا بشرطا يكونوا موحدين انتبهوا لا يخرج من النار من مات مشركا لازم الشرط الأساسي من أجل أن تسمله هذه الشفاعات أن يكون مات على لا إله إلا الله حتى لو كان لديه معاصي وذنوب المهم أن لا إله إلا الله موجودا فيشفع الناس ويبدأ الأصحاب يشفعون يقولون يا ربنا لا تهنأ لنا الجنة وأصحابنا في النار فيقول الله لهم أخرجوا من تعرفون من النار فيذهبون ويخرجون أصحابهم فأهل النار يقولون أين فلان وفلان كانوا بيننا في النار أين ذهبوا فيقال لهم إن لهم أصحاب شفعوا لهم أدخلهم الله الجنة فيبكون أهل النار ويقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلذلك أحبب الطيبين لعلهم أن يسعوا لك يوم القيامة أو كن من الطيبين حتى تكون شافعا للناس يوم القيامة بعد ذلك ما يزال في النار ناس هنا يقوم الحبيب صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي يا رب وعدتني ألا تخزيني في أمتي يا رب فيقول الله له أخرج من كان في قلبه نفقال دينار يوزن الإيمان بوزن الدنار هذا يعني ما إيمان ضعيف فيذهب فيخرجهم من النار كيف يعرفهم يا ناس النار أكثر أكثر أهل الموتى في النار أكثر منها الجنة لكن الله عز وجل يجعل أهل التوحيد في الطبقة الأولى من النار ما يروح من بالدرك الثاني وللثالث وللسابع أهل التوحيد الذي ماتوا على التوحيد ولو كانوا لديهم من الذلوم ما لديهم في الطبقة الأولى فيراهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيعرفهم هؤلاء الذين في قلبهم مثقال دينار فيخرجون فينظر فإذا ما يزال النار فيها ناس من أمة محمد فيقول يا رب أمتي فيقول الله له أخرج من كان في قلبه مثقال نصف دينار فيخرج أقوام ولا يزال هناك في النار أقوام فيقول يا رب أمتي فيقول أخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان فيذهب ويخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة فينظر وإذا به ما يزال فيقول له أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فيذهب ويخرج وما تزال النار فيها أقوام فيقول الله له أخرج من قال لا إله إلا الله فيخرج من قال لا إله إلا الله وما يزال هناك اقوى. فاذا انتهت الشفاعات يأتيك عاد فضل الله عز وجل. فيقول شفع الانبياء وشفع الناس وشفع الصبقين وشفع الشهداء وبقي ارحم الراحمين جل جلال الله. فيقبضوا قبضة بيمينه لأقوام لم يعملوا خيرا قط لكنهم ماتوا على التوئيد. ماتوا السلف. لكن ما محهم خير. يعني تجدونهم الان في الموجود يقول لا الى الا الله لكن لا صلاة ولا صيام ولا عبادة ولا طاعة ولا. فقد يكون هؤلاء هم. فلا يبقى في النار من كان مؤمرا بلا اله الا الله. يقبلهم الله قبضة بيمينه. ثم يخرجهم من النار. ثم بعد ذلك يضعهم على حافة الجنة على نهر في حافة الجنة. ثم ينبتون من جديد لانهم تفحموا في النار. احترقوا. والناس ما عرفوهم ولكن الله يعرفهم. ثم بعد ذلك ينبتون من جديد ويسمون عتقاء الله من النار. ارأيتم عظيم فضل الله عز وجل? كل هذا لا يحصل عليه الانسان اذا مات على الشرك. يا اخوة مقام التوحيد مقام عظيم. حافظوا على لا اله الا الله. لا نحلف لغير الله. ولا نطوف على قبر لغير الله. ولا نذبح لغير الله. ويجب ان يكون ايماننا بالله ايمان اعتقاد. وان نتقيه وان نخشاه وان نخاف غضبه. مثل ما نرجو رحمته يجب ان نخاف غضبه. ونثبت على ما يرضيه جل جلاله. ان من عمة محمد من لا يقع في الشرك لكنه يقع في النفاق. والنفاق هو اشد من الشرك. فلذلك ابرأ لدينك. وحافظ على دينك. واستثمر هذا الخير العظيم الذي منحك الله اياه. اسأل الله يا احبابي ان 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 تنحقنا شفاعة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وان ندخل الجنة بلا حساب. هل تعلمون ان هناك اقوام يدخلوا الجنة بلا حساب يا جماعة? تدرون كم عددهم? يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل سبعون الف. من امتي بلا حساب. ثم بعد دقيق قال. وقد وعدني ربي ان مع كل الف سبعون الف. يعني سبعين الف اضربها بسبعين الف. هؤلاء يدخلون بلا حساب. يا الله يا رب تجعلنا منهم يا حياق. فيصف الله عز وجل ما بين المؤمنين من الحسد او من الغل او الخصومات. لماذا? لان الله ينزع عن قلب كل منهم كل صفة رذيلة. فهناك يقول تعالى ونزعنا ما في قلوبهم من غل اخوان على سرور المتقابلين. بعد ذلك يقال لهم ادخلوا الى جنة الله عز وجل. فيدخلون. يدخل اهل الايمان نسأل الله ان نكون منهم. واول ما يدخلون ضيافة مباشرة من الله عز وجل. ينحر لهم ثور كان يأكل الاف السنين في الجنة. فيأكلون منه كلهم. وهم لا يأكلون اكل جوع. لان الاجساد هناك الاكل اكل شهوة وليس اكل جوع ولا حاجة. ثم بعد ذلك يشربون من عين تسمى سلسبيل. ماءها احلى من العسل. فما ان يشربون حتى تطهروا بواطنهم. ثم يغتسلون فتتغير اشكالهم. ما هو حاله وشكله. اما الرجل. فمباشرة يتغير شكله حتى يكون طوله طول آدم ستون ذراعا في السماء. هذا انت. طولك ستون ذراعا في السماء. امرد ابيض جمالك اشد من جمال يوسف. الذي لما رأيناه النسوة اكبرنه وقطعن ايديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرة. انت اجمل منه. ويعطيك الله قوة مئة رجل. في كل شيء في اكلك وشربك وكل متعتك. ثم يعطيك الله عمر لا يزيد. ثلاثة وثلاثين سنة ولو عشت الاف السنين. وطول عمرك وانت بهذا العمر. هذا الرجل. اما المرأة? ارأيتم المرأة? ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحوراء? قال عن الحوراء انها لو اطلعت على الدنيا لحجبت نور الشمس من جمال وجهها. هذه الحوراء. ولو ان خمارها الذي على رأسها مرت به بين السماء والارض لملعت ما بينهما ريحا. النساء نساء الدنيا اجمل بالاضعاف من هذه الحور العين. والحور كلهن ماهن الا خادمات عند نساء الدنيا. فالمرأة يعطيها الله عز وجل الطول المناسب لزوجها. ثم يعطيها العمر واحد عشرين سنة لا تزيد ابدا. ثم يعطيها الله عز وجل الصحة والعافية. ويطهر كل ما في القلب. اذا دخلوا اهل الجنة هناك يموت الحسد. وتموت الغل. وتموت الغيرة المذمومة. ويموت الحقد. ويموت الشر. ويموت كل صفة الرذيلة. بل ان الموت نفسه يموت. متى يموت الموت? بعد ان يشفع الشافعون. ويشفع الانبياء. ويخرج الله عز وجل من النار كل الموحدين. ويدخلون الى جنة الله عز وجل. يطبق الله بقدمه على النار فتنزوي. ثم بعد ذلك يدخل اهل الجنة الى الجنة فيقال لهم يا اهل الجنة انظروا فاذا بكبس عظيم. فاتعرفون هذا? فيقول نعم هذا الموت. فيذبحه الله عز وجل بذبحه. فيذبح الموت فيقال لهم خلود فلا موت. فيطبع النون ان النعيم الذي هم فيه لن ينقطع ابدا. وبينما هم في سعادتهم تأتي اعظم لحظة على اهل الجنة. اجمل ما في الجنة. الصفة والميزة التي لا يحصل عليها الا المؤمن. ينادي المنادي يا اهل الجنة. قوموا الى الواد الافيح. فتأتيهم النجائب والركائب. فيركبون على ظهورها. ثم تطير بهم الى واد عظيم. مواد على مد البصر. فاذا دخلوا الى ذلك الوادي. نصبت منابر. كل يجلس على منزلته في الجنة. نصبت منابر من الفضة ومنابر من النور ومنابر من الذهب ومنابر من اليقوت. ويجلسون واقلهم يجلس على كثبان المسك. فاذا هم جلوس يتسامرون بينهم. يغشاهم نور عظيم فيرفعون رؤوسهم. فيسلم عليهم هذا النور. السلام عليكم. فيعلمون انه الله جل جلال. ويردون عليها اللهم انت السلام ومنك السلام. تبارك تياذ الجلال والاكرام. فيقول الله اين عبادي الذين خشوني بالغيب. الذين خافوا مني وما رأوني. اين هم? هم انتم. يا من صمتم هذا الشهر العظيم. احسنتم في صيامكم. احسنتم في قيامكم. احسنتم في صلاتكم. راقبتم الله في كل ما فات. كل هذا مرصود عند الله العزيز الجبار جل جلاله. هنيئا لنا والله بهذه الاعمال الصالحة. نسأل الله ان يكرمنا بقبولها. يناديهم الله عز وجل. فيقول سلوني ماذا تريدون? فيقول ارض عنا يا رب. فيقول لو لا رضاي ما ما بلغتم الذي بلغته سلوا ماذا تريدون? فيقول لأرنا وجهك الكريم يا الله. فيأمر الله تعالى ان تزال الحجب. فياتيهم من نور وجه الله عز وجل ما لولا ان الله عصمهم لا احترقوا عن بكرة ابيهم. ويرون الله. يرون الذي سبح له الحوت في بطن البحر. والدود في بطن الصخر. وسبح الكبير والصغير وما رآه جل جلاله سبحانه وتعالى. ولا يبقى احد في ذلك المقام اللي كلمه الله كفاحا بلا ترجمان. هذه هي رحلة المؤمن. حتى اذا وصل هناك اصبحت الوجوه ناظرة الى ربها ناظرة واكتساهم من نور وجه الله ما زادهم بهاء وجمالا. ثم يقال لهم تنعموا في جنة الله. فيا ايها المؤمنون هذه رحلة المؤمن. فاستثمر دائما مع الله لانه هو الاستثمار الصحيح. اجعل علاقتك دائما مع الله. الان لابد ان تستمر على ما يرضي الله. لا تلتفت لشيء غير الله. الله كافيك عن كل شيء. وعنده كل شيء جل جلاله. اسأل الله تعالى ان يختم لنا هذا الشهر برضوانه. وان يجعلنا من الفائزين بالعتق من نيرانه. وان يثبتنا على دينه حتى نلقاه وهو راض عنا. وجزاكم الله خيرا. وصلى الله وسلم على نبينا.